السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني متابعين قناة نباتات زينة واليوم إن شاء الله رح يكون حديثنا عن موضوع مهم جدا اللي تابع الفيديو الماضي على القناة تكلمت عن اكثار نبات الكروتون وممكن لاحظته أني استخدمت الهيوم كأسد قبل التسميد بأسبوع طبعا ليش أنا استخدمته رح نتكلم إن شاء الله من خلال الفيديو ملاحظين أنه بعد ما قمت بالتسميد بستة أيام كان فرق النمو عجيب جدا والنبات يعني أنتج أوراق جديدة وكانت يعني الكمية أكبر من الطبيعي يعني ممكن كثير ناس يستخدموا التسميد لكن ما تظهر عندهم النتيجة بهاي السرعة شو السبب السر في الهيوم كأسد طبعا الهيوم كأسد ممكن كثير ناس ما يعرفوا ممكن حتى اللي يعرفوا ما يعرف خصائص وفوائد هذا المنتج هاي المادة أخواني هي مادة عضوية غير مصنعة مثل ما تكلمنا سابقا عن البتموس يعني يتم استخراجها من مناجم تم عملتها بأحماض حتى يستخلصوا هاي المركبات طبعا المركب الأساسي ليس فقط الهيوم كأسد في الهيومك والفولفيك أسد الاثنين هم مفيدين جدا ويعني مهما شرحنا وتكلمنا ما رأي نستطيع أنه نحصر الفوائد في فيديو واحد لذلك راح أتكلم إن شاء الله عن أهم الفوائد اللي نحصل عليها من التسميد بالهيومك أسد بداية أخواني الهيومك هو مركب عضوي يعني غير مصنع فما في أي ضرر على صحة الإنسان سواء استخدمناها للخضروات أو للنباتات الزينة الخاصية الثانية أخواني هي تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالري يعني لو كان عندك نوع التربة سيئ ما في احتفاظ بالري بشكل جيد بالأخص لو كانت التربة رملية فاستخدام الهيومك أسد راح يعطيك نتائج ممتازة الخاصية الثالثة واللي هي تعتبر الأهم المركب هذا هو من مركبات الدبال مركب عضوي يساعد على نمو وانتشار وتكاثر البكتيريا أو الميكروبات الدقيقة اللي تكون موجودة في التربة واللي هي تعتبر من أهم خواص التربة الخاصبة هاي البكتيريا أو الميكروبات تساعد على تفكيك الأسمدة وتبسيطها لحتى النبات يستطيع أنه يمتصها طبعا بشكل أوضح أو أفضل تعريف لهاي الحالة هو مثل تعامل الأم مع طفلها في بداية يعني مراحل الطفل الأولى في عمره 6 شهور لما يبدأ يتناول الطعام ما يستطيع أنه يمضغط طعام مثل الإنسان البالغ فتقوم الأم بهرس الطعام أو أي شيء تقوم بتقطيعه لحتى يستطيع أنه يتناوله فالهيومك أسد يعني يخلي التربة تكون مثل الأم لطفلها تعامل التربة مع النبات رح يصبح بهذا الشكل اللي هو أنه تقوم بتفكيك الأسمدة وتبسيطها لحتى النبات يستطيع أنه يمتصها طبعا هاي من أهم فوائد استخدام الهيومك أسد لذلك ممكن تلاقي شخص أنه يقوم بالتسميد المنتظم اختياره للمكان اختياره للنبات اختياره لكل شيء جيد لكن ما عنده نتيجة السبب أنه هاي التربة عندك ما فيها بالأخص تربة الأصص ما عد فيها هاي البكتيريا التربة ما عد قادرة على تفكيك الأسمدة ممكن تكون أصلا الأسمدة تخزنت فيها وما عد فيه قدرة للجذور على امتصاصها فاستخدامك للهيومك أسد لازم يكون بشكل منتظم على الأقل كل ثلاثة شهور مرة لحتى يعطيك أفضل نتيجة من التسميد لذلك لو لاحظت أني استخدمته قبل استخدام السماد في فيديو الكروتون طبعا وهي النقطة أيضا من النقاط المهمة واللي هي تعتبر الفائدة الرابعة للهيومك أسد واللي هي تعزيز أيضا قدرة التربة على التمسك بالأسمدة والاحتفاظ بها لأنه للأسف نحن لما نروي بالسماد أو لو أضفنا السماد للتربة فيحصل غسل للتسميد هذا أو للسماد مع الري يعني أنا اليوم مثلا سمدت بعد يومين ثلاث النبات محتاج ري فهنا أنا خسرت جزء من السماد مع كل ري أنا أروي أخسر جزء عن طريق مياه التصريف فاستخدام هليومك أسد يساعد التربة على أنه تتمسك بهذه الجزيئات حتى ما نفقدها مع مياه الري لذلك يعتبر من الأمور السحرية أو من المركبات السحرية اللي نستخدمها في الزراعة طبعا للنباتات الخارجية أو الداخلية لجميع النباتات في بعض الناس يستخدموه كرش ورقي لكن لو كان بصيغة الهيومك أسد فما في أي فائدة من الرش الورقي لأنه الهيومك أسد أصلا يعني ما تمتص الأوراق والفائدة الأولى والأهم هو عن طريق التربة لكن لو كان فولفك أسد بصيغة منفصلة لوحده فالهيومك أسد ممكن نستخدمه رش ورقي أو ريب التربة لكن مثل ما ذكرنا في البداية أهم الخصائص وأهم الفوائد هي أنه محسن للتربة أصلا أنا ما أعتبره من الأسمدة يعني ما نمغذي بشكل مباشر للنبات لذلك أنا ما تكلمت عن الهيومك أسد في الفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن التسميد تركته بشكل منفصل لأنه هذا يعتبر مخصب عضوي مخصب طبيعي محسن لخواص التربة أكثر ما أنه يكون مندرج تحت مسمى التسميد لأنه السماد هو غذاء النبات بشكل مباشر طبعا في صيغ عديدة اليوم متشرة في الأسواق سواء كان هيومك أسد وفولفك أسد أو هيومك منفصل الفولفك لوحده ممكن أيضا يكون مضاف له عناصر الصغرى مثل ما راح نشوف في الفيديو فكلها مركبات في جميع أحوالها راح تكون مركبات مفيدة لكن ذكرت سابقا في درس التسميد لازم نشتري من مصادر موثوقة نبتعد نهائيا عن أي منتج ما يكون معبأ أو مختوم بختم شركة أو معمل يعني مثلا ما روح للصيدلية الزراعية أو لمشتل إذا ما كنت واثق فيه لو كنت واثق بالشخص وتعرف أنه شخص أمين ما عنده غش فعادي ممكن تشتري مثلا على قدر حاشتك حتى لو كانت تم إعادة تعبتها بكيس نايلون عادي لكن لو ما عندك ثقة ما تعرف الشخص هذا فالأفضل دائما أنك تاخد العبوة مختومة ظرف سواء كانت بودر أو سائل بحالة صلبة أو سائلة نفس الشيء لكن الأهم دائما أنه تكون يعني بسعرها الطبيعي يعني أعمل بحث على الجوجل تشوف الأسعار اللي موجودة سواء الأسعار العالمية أو الأسعار في بلدك فلو كان المنتج رخيص جدا أكيد مغشوش وما أنصح أنك تشتري مثل ملاحظين أخواني اللي موجود أمامنا يعتبر أفضل منتج للهيوميك أسد موجود في البلد اللي أنا فيه في دولة قطر الماستر 26 مثل ملاحظين عندك الفولفك أسد 16% عندك الهيوميك أسد 10% عندك أيضا فيه بوتاسيوم عندك مغانيزيوم يعني هنا مضاف له عناصر صغرى الحديد فهذا المركب ممتاز جدا ومتكامل ويعتبر يعني من أفضل المركبات اللي تعاملت معها في الزراعة فيه ممكن صيغة ثانية يكون بدون عناصر صغرى لكن في الغالب راح تحصل في الهيوميك أسد عندك نتروجين عضوي بكمية بسيطة وراح يكون عندك بوتاسيوم أيضا بكمية بسيطة لكن المركبات الأساسية هي تكون الهيوميك والفولفك أسد طبعا هنا متون ملاحظين أنه التقنية ألمانية لكن الصناعة التركية ما في مشكلة طالما أنت عندك أنه المصدر موثوق ما اعتمد لك على تقنية ألمانية في العمل واللي معروف عنهم الألمان أو الأوروبيين بشكل عام في المنتجات الزراعية يعتبرون الأفضل على مستوى العالم طبعا هاي كانت بشكل مختصر أهم فوائل هيوميك أسد ممكن بعض الناس يسأل متى أستخدمه هل عادي أني أستخدمه في الصيف مثل ما ذكرت هذا ما يعتبر سماد ما في أي خطورة أنه يستخدمه في الصيف إلا في حالة وحدة لو كنت بحياتك ما استخدمته هيوميك أسد وإنت مستمر في تسميد منتظم شهريا يعني على الأقل لمدة سنة فما أنصحك أنك تجي في الحرارة العالية وتضيف هيوميك أسد لأنه مثل ما ذكرنا ممكن التربة عندك أصلا محتفظة بكميات كبيرة من الأسمدة غير متفككة غير ممتصة من قبل النبات فلو جيت أنا وأضفته لهيوميك أسد وتم تفكيك هاي الجزائيات مرة وحدة فراح يكون عندك صدمة زيادة التسميد وممكن تضر النبات أما لو كنت أنت محافظة على هيوميك أسد بشكل طبيعي مرة كل ثلاثة شهور أو مرة كل ستة شهور فطبيعي جدا أنك تستخدمه في الصيف عادي أنا أصلا الفيديو اللي شفناه اليوم نباتات خارجية أو داخلية في الحرارة عادي ما في أي مشكلة استخدمته لهيوميك أسد لكن لازم نركز أنه لو كان أول مرة وأنت محافظة على تسميد فنحاول أنه نبتعد عن الأشهر الحارة لو كان ما عندك تسميد بالم بي كي أو غيره أنت مانك منتظم فيه وحاب أنك تستخدم لهيوميك أسد فبإمكانك تستخدمه عادي لأنه أساسا التربة ما في خطورة أنه تكون فيها زيادة تسميد طبعا النسبة اللي نستخدمها مع الماء 1 جرام أو 1 ملي أو 1.5 ملي لكل لتر ماء طبعا النسبة ممكن تكون موجودة على عبوات السمات لكن في الغالب الهيوم كأسد لأنه استخدامه مثل ما ذكرنا للتربة يكونه كاتبي لك كيلو جرام للفدان لأنه يتم استخدامه على مساحات واسعة لتحسين خواص للتربة لذلك يستخدم خلاص 1 جرام أو 1.5 ملي لكل لتر ماء وإن شاء الله راح تكون النتيجة ممتازة عندك من خصائصه اللي ما تكلمنا عنها وفوائده أنه ممكن ننقع فيه البذور ويحسن من سرعة إمباتها ومن جودة إمباتها وأيضا يحسن من جودة إمبات العقل أو الجذور للعقل فخصائصه وفوائده ممتازة جدا أنصح كل شخص أنه يكون موجود عنده بشكل دائم لرعاية نباتاته طبعا من إحدى الخواص المهمة اللي ما ذكرناها في الفيديو أنه يعدل من حموط للتربة سبقه تكلمت عن البي اتش واللي هو لو كان الرقم أعلى من 7 تكون التربة قلوية أو قاعدية ولو كان أقل من 7 فالتربة حمضية للأسف جميع النباتات أو معظم النباتات تحتاج للتربة تكون متعادلة لحتى تستطيع التربة أصلا أنها تفكك الأسمدة ولحتى النبات يكون بصحة جيدة فالهيوميك أسد من أفضل المركبات اللي يساعد على الحصول على توازن التربة وبالأخص لو كانت التربة قلوية واللي هي منتشرة في جميع دولنا العربية يعني معظم التربة الموجودة عندنا هي ترب قلوية قاعدية الرقم أعلى من 7 فالهيوميك أسد حمضي يساعد على معادلة هذه التربة سيعطينا أفضل نتائج للزراعة سواء كان عندك مساحات واسعة أو أصوص زراعية هذا كل شي كان أخواني في هذا الفيديو إن شاء الله يكون المحتوى عجبكم أتمنى منكم تستمروا بدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته